طيب تعالوا نروح لي أخبار نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك هيعقد اجتماع طارق لبحث العديد من الملفات الهمة الخاصة بالنادي يوم الثلاثاء المقبل في تمام العشرة والنصف صباحة بمقار النادي بعد انتهاء الاجتماع الطارق هناك مؤتمر صحفي في نفس اليوم لعرض نتائج الاجتماع أيضا مسؤولي نادي الوداد جددوا المفاوضات للثاني مرة لضم محمد ونجم للعودة مجددا إلى صفوف الفريق من بداية الموسم المقبل محمد ونجم طلب من الوداد تأجيل حسم قراره لحين معرفة موقفه مع الزمالك ومجلس الزمالك حتى الآن لم يفتح المفاوضات من الأساس مع ونجم ومن الأقرب رحيل اللاعب الفترة القادمة أيضا الجهاز الطبي للزمالك أكد صعوبة تواجد طارق حامد في مباراة القمة أمام الأهل يوم 19 يونيو من الشهر الحالي بسبب الإصابة اللاعب يعاني من إصابة قديمة في الروباط الصليبي الخلفي بالرجبة وقبل التعافي بشكل كامل عادل المشاركة فأثرت عليه بشكل سلبي مصدر بالجهاز الطبي لنادي الزمالك قال لرقم 10 إنهم ما يعرفوش حاجة عن طارق حامد حلين أو مول عضيته لصفوف الفريق اللاعب بيبعث فقط بعض تقارير لفحصها وإن الجهاز الطبي ما أثرش مع طارق وقام بعمل إجراءات اللازمة معه ووضع برنامج تأهيلي وعلاجي لللاعب لكن طارق حامد فضل أن يكون تحت إشراف طبيب خارجي يتعامل معه يعني مهم يرجع كويس مهم يرجع طارق حامد اللاعب مهم جدا مع علاج الزمالك وأكيد مع منتخب مصر